مرحبا بكم قررت اللجنة المنظمة لبطولة العرب المقامة حاليا في قطر منع الجمهور المغربي الذي سيتابع مباراة المنتخب الوطني في دور ربع النهائي ضد المنتخب الجزائري مباشرة من ملعب الثمامة ابتداء من الساعة الثامنة ليلا من مساء اليوم السبت من رفع التيفو ويحاول ممثل الجمهور المغربي إقناع اللجنة المنظمة لكن دون جدوى فإلى حدود كتابة هذه الأسطر كان المنع هو الرد الشائع في أوسط اللجنة المنظمة وعلمنا من مصدر موثوق منه أن ممثل الجمهور المغربي عبر عن استعداده لإعلام اللجنة المنظمة بفحو التيفو حتى يسمح له برفعه لكن دون جدوى وكان مناصر أسود الأطلس يعتزمون رفع التيفو في خطوة احتفالية تؤكد تميز الجمهور المغربي من جهة ومن جهة أخرى لرفع معنويات اللاعبين في لقاء مهم يذكر أن أنصار المنتخب الوطني قرروا التغني بأغنية العيون عينية ونشيد صوت الحسن يونادي ابتداء من الدقيقة 75 مهما كانت نتيجة المباراة احتفاءا بذكرى المسيرة الخضراء التي انطلقت في ستانوانبر من عام 1975 تغنيو أغنية العيون عينية ونشيد صوت الحسن يونادي تغنيو أغنية عينية ونشيد صوت الحسن يوقع